كرار قبلها مسؤولي النادي الاهلي انه غير موافق نهائيا على فكرة بيه حمدي فتحي وبرستاو بعد ما وصلت له انباء عن وجود اهتمام خارجي بالتعاقد معهما في الانتقالات الصيفية كرار شايف ان سناء ضمن الركائز الاساسية في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنهم خلصها بدري بدري النهاردة في الجانساسي تحدث في الجانساسي طبعا نجمي نادي الزمالك السابق تحدث عن مواجهة الاهلي والتراجي التونسي طبعا نجمي نادي التراجي التونسي السابق قال لما بتكلم مع اصدقائي المقربين بقولهم ان الاهلي من السهل جدا انه يصل الى النهائي بل ويحصد لقب دوري ابطال افراقيا لو نجح في العبور من دور المجموعات عشان لما النادي الاهلي على حسب وصفه يعني لما بيسعد من دور المجموعات بيصبح فريقا اخر تماما قال ان الاهلي تأهل مرة اخرى بصعوبة من مجموعات دوري ابطال افراقيا بسبب ركلة الجزاء اللي اضعها نادي الهلال والتراجي تعرض لعدد من الهزائم المتالية فهو حسب وصفه يمر بظروف صعبة للغاية الان لكن يبقى التراجي بحسب برضو وصفه قادر على الوصول الى نهائي البطولة الافراقية وانا ان الاهلي والتراجي قادرين انهم يتأهلوا للنهائي لانهم يحترمون بعضهم لبعض كلام محترم كلام محترم بي